وضع دراسة لأي حد مختص أو أي حد مهتم يحلل عشان يعرف إن مفيش حاجة الأهلوية سابوها اتقلت عن نادي الأهلي ما تردش عليها لإنه زي ما قلنا تاريخ النادي الأهلي هو اللي مقوينا يا أسام بالتأكيد تاريخ النادي الأهلي اللي مخلينا قادرين نتكلم وصوتنا عالي في الحق مش صوتنا عالي عشان نغلوش على غيرنا بس كمان كان فيه كلامة قال دقا استنى بقا مش كلامة أهل هو أهلك دلوقتي إن النادي الأهلي جاب أحمر عبود باشا طب إيه رأيكم ما نجيب لكم مليار دير زمال كبير طبعا عبود باشا وكان الحجة في النفوذ والمال الزمالك تواجد عنده رجال أعمال في الفترة دي يعني أنت عندك رئيس اتحاد الكورة وفي نفس الوقت رئيس الزمالك بعدها بتروح طول الوقت ما أنت مش في وضع سوء من الأهلي ومع ذلك نتاج الأهلي أفضل بتروح لرجال أعمال بيشغلوا مقعد رئيس نادي الزمالك بس إيه اللي حصل دي تشافت إزاي إبراهيم عيسى حب يوصلك المعنى إزاي ركز في الفيديو ده عشان فيه تفصيلة مهمة جدا بس دقق عشان تبقى تفهم كلامنا نطلع ونشوف الفيديو حضر باشا مسك الزمالك تلاتين سنة ويعني ويعني أو خمستاشر سنة تلاتين سنة الزمالك لكن لم يستطع أن يملك نفوزا غير وناخد اللعبة يسجنهم إنما حظ الزمالك كان عجيب جدا يا جماعة لأنه خلاص دخل المال بقى في كرة القدم وسيطر أحمد عبود باشا والأهل بيفوز بالدوري كل سنة وسيطرة وهيمنة كبيرة وبياخد اللعيبة من الفرع التانية فربك يسوء للنادي الزمالك رجل أعمال اسمه عبداللطيفة برجيلة دخل للنادي الزمالك وبقى رئيس نادي الزمالك فنقل نزالك بقى تنقل من أرض الأرض بنى مدرجات الاستاذ عمل حمام السباحة فازبت دوري شايف بقى وسبحان الله يا أخي يقوم في اللحظة دي يحصل تأميم فبمجرد ما رفع رأسه بس كده الزمالك وجاله واحد غني ملياردير يواجه الملياردير الأهلاوي عبود باشا اللي بقى له 15 سنة مفيش سنتين وجهة تأميم سنة واحده كله تأمم وكله سافر وضع على الزمالك الرجل الأعبال أو المليونير اللي ينهضه ويقيمه القومة اللي حصلت للنادي الآلي في أوله ده بصوا أي كلام عن قصة الصروة والنفوذ ما قبله قالك أصل حضر باشا مش قادر يجابه عبود باشا وإحنا أثبتنا ده لي مش حقيقي طب تعالى على مستقل البطولات في وجود حضر باشا مع عبود باشا 15 بطولة الآلي خد 9 والزمالك خد 5 تعالى بقى بعد كده هو بيتكلم عن إن الزمالك بعد معاناة طبعا غير موجودة بقى قادر يجابه لنادي الآلي وبقى عنده رجال أعمال إيه اللي حصل عدد البطولات عبود باشا في مواجهة أبورجيلا 15 بطولة 9 ل 6 أيضا التفاق كان أهلاوي ولكن فين بقى المفارقة اللي أنا عايز أقولها لكم واللي قلتلك أقف عندها هو صاغ يا أسامة قبل التأميم 15 بطولة النادي الآلي 9 مقابل 6 أبورجيلا ضد عبود باشا طب بعد التأميم مين اللي تضر النادي الآلي مش انت خالص يعني حتى بتطوع التاريخ وتوجهه لحاجة غير حقيقية من 62 بعد عبود باشا 75 النادي الآلي خد بطولة كاس مصر كل الفترة دي خد فيها بطولة كاس مصر بس نادي الزمالك بعد التأميم لحد 75 قدر يحقق الدورة أكتر من مرة قدر ياخد الكاس وكانت فترة هي الأسوأ في تاريخ الآلي عطراق الفترة الوحيدة الوحيدة بمعنى الوحيدة اللي تفوق فيها نادي الزمالك على الآلي هي ما بعد التأميم دي لحد 75 اذا بالعقل كمان جاء الجبروت اقسم بالله جبروت والله العظيم شيء غير طبيعي ان انا كمان اقول لك لما حصل وبقى عندي رجل اعمال مشوا في التأميم طب ما بعد التأميم انت اللي استفت يعني محاولة محاولة تغيير الحياة بشكل غير طبيعي لا استفاد طبعا ببطولات استفاد لحد 75 استفادكة وقال لك أنا خلينا نقول لأول ان في في فترتين عبود باشا وامام حدر باشا وعبود باشا امام برجيلا تسعة بطولات الاهلي هنا تسعة بطولات الاهلي هنا لكن كان خمس بطولات للزمالك في حدر باشا ومع عبدال調PC وبرجيلا بقوم ست بطولات الناتل هي نحافظ على تسعة بطولات البطولة الستة دي كانت بطولة كاس المصر اللي خدا فريق الالتحاد السكندري في وجود حيضر باشا فبس عشان نكون الأمور واضحة النقطة التانية والأهم مش هنقل لكم ان الأستاذ إبراهيم عيسى يجهل تاريخ نادي الزمالك هو بيقولك سنتين والتأميم حصل الحقيقة مش كده خالص الحقيقة ان الكابتن عبداللطيفة برجيلا قاعد خمس مواسم بيقود نادي الزمالك حتى تم التأميم على الأهلي والزمالك ولكن هي مشكلة الأستاذ إبراهيم عيسى مش بس ان هو مش عارف تاريخ نادي الزمالك هو كمان تفسير ولتاريخ نادي الزمالك كان فيه أزمة كبيرة جدا لما حصل التأميم وزي ما فارس قال النادي الآهلي ضر تماما ولكن ضرر النادي الآهلي ده وخروجه من الصورة تماما لو انت شايف ان أزمتك دايما كانت النادي الآهلي سواء بقى بفلوس وكلات الأهرام بفلوس عبود باشا بالعيب الإسماعيلي بكل الأكاذيب اللي انت بتسخرها عشان تتعايش مع الفشل كل ده لو حصل وشلنا النادي الآهلي زي ما شلنا من 62 ل67 انت عارف انت كنت رقم كام انت كنت رقم 2 يعني انت بتحافظ على مركز الوصفة بين الاندية حتى في غياب النادي الآهلي لان من 62 ل67 نادي الترسانة حققت ثلاث بطولات حضرتك حققت بطولتين فقط لغير فتخيل في غياب النادي الآهلي انت كنت تاني لفريق نادي الترسانة وجاي تكلمني عن أزمة النادي الآهلي واحمد عبود باشا اللي حط منهجية النادي الآهلي يا راجل